الملك حمد بن عيسى الخليفة مستجدات الأوضاع في المنطقة وتطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والعربية وقد سلم الرسالة إلى جلالة الملك المفدى دولة السيد فيصل عاكف الفايز رئيس مجلس الأعيان بالمملكة الأردنية الهاشمية الذي يزور المملكة حاليا خلال استقبال جلالته له في قصر الصخير هذا اليوم كما نقل إلى جلالته تحيات وتقدير صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وأصدق تمنياته لشعب مملكة البحرين تحقيق المزيد من الازدهار والتقدم فيما كلفه جلالته بنقل تحياته لجلالة العاهل الأردني وتمنياته الخالصة لشعب الأردن الشقيق دوام التطور والرفعة والرقي وقد رحب العاهل المفدى برئيس مجلس الأعيان الأردني والوفد المرافق مشيدا جلالة الملك المفدى بما حققته المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة من تقدم وما تشهده من تطور ونماء في مختلف المجالات بفضل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة معربا جلالته عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية الوطيدة والراسخة القائمة بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية والحرص المتبادل على تعزيزها والارتقاء بها إلى أفضل المستويات بما يخدم المصالح العليا للبلدين والشعبين الشقيقين مؤكدا جلالته أن العلاقات البحرينية الأردنية هي نموذج ناجح يحتذا به في العلاقات بين الأشقاء وأكد الملك المفدى على أهمية مثل هذه الزيارات الأخوية المثمرة التي تسهم في ترسيخ وتعزيز أوتوه التعاون الثنائي في المجال التشريعي والبرلماني والاستفادة من كفاءات وخبرات البلدين الشقيقين وتوحيد الرؤى والتوجهات والعمل على تنسيق المواقف المشتركة في المحافل والمنتديات الإقليمية والعالمية في العديد من القضايا التي تهم مسيرة العلاقات الثنائية والعمل المشترك مشيرا حفظه الله إلى ما تشهده المنطقة والعالم من مستجدات ومتغيرات متسارعة الأمر الذي يتطلب مزيدا من التنسيق والتواصل على مختلف المستويات لتحقيق التطلعات والأهداف المنشودة وأثنى جلالة العاهل المفدى على المسيرة التشريعية والبرلمانية العريقة في الأردن الشقيق وما حققته من إنجازات ونجاحات متميزة مثمنا جلالته في الوقت ذاته المواقف الثابتة والمشرفة للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه مملكة البحرين ودورها المشهود في خدمة القضايا العربية والإسلامية وإسهاماتها في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام على الصعيد الإقليمي والعالمي وبحث العاهل المفدى مع وفد مجلس الأعيان الأردني الزائر المساجدات الإقليمية والدولية والقضايا موضع الاهتمام بين البلدين الشقيقين من جانبه أشهد رئيس مجلس الأعيان الأردني بما تشهده مملكة البحرين من رقي ونمو مستمر نحو الأفضل بفضل قيادة وحكمة جلالة الملك حفظه الله معربا عن خالص الشكر وبالغ الإمتنان لجلالة الملك المفدى على موجده من حرص واهتمام من جلالته على تعزيز علاقات المملكتين ولسيما على المستوى التشريعي والبرلماني واصفا العلاقات البحرينية الأردنية بأنها علاقات قوية وراسخة وتحظى على الدوام بنعم ورعاية عاهلي البلدين الشقيقين حفظهما الله موسيقى موسيقى